ماذا يقول قصة سيدنا يوسف عليه السلام واضحة في القرآن الكريم ولكن ما هي رسالته لقومه و منهم و قومه أيضا نعم هذه المسألة يعني للمفسرين فيها كلام طويل نعم و كلامهم أيضا مع طوله متشعب لأنه متصل بالتفريق بين النبي و الرسول و أرى أننا لسنا في حاجة إلى هذا الخلاف و إلى استعراضه حسبنا ظاهر كتاب الله عز وجل و يعني ظاهر الكتاب العزيز يدل على أن يوسف عليه السلام كان رسولا فقد ورد في سورة غافر على لسان المؤمن قال ربنا تبارك و تعالى على لسانه وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكْ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب إذن ظاهر هذه الآية الكريمة أن يوسف عليه السلام رسول إلى أهل مصر لأن مؤمن آل فرعون كان يخاطب فرعون و ملأه يخاطب قومه فهو يقول لهم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا فهو يخاطبهم في زمان موسى عليه السلام فظاهر هذه الآية الكريمة أن يوسف عليه السلام مرسل إلى أهل مصر وأن دعوته كانت في أهل مصر هذا يتأكد بذكر يوسف عليه السلام في القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى يذكره في مصاف المصطفين من الرسل الكرام من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول في سورة الأنعام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلْكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ثم قال من بعد يعني هذا الذكر في هذا السياق مع هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال من بعد أولئك الذين آتيناهم الكتابة والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين في سورة يوسف نجد ملامح لدعوته ولمسلكه الذي سلكه مع أهل مصر نعم ولأن سورة يوسف لم يكن من أغراضها عرض الدعوة دعوة يوسف عليه السلام وإنما أن تنصب لنا مثالا من هذا النبي الكريم فيما واجهه من ابتلاءات وكيف تعامل معها لما يراد من تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن القصص لكننا نجد فيها إشارات فإن يوسف عليه السلام قال مخاطبا صاحبي السجن قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القحار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن توحيد وعبودية ونفي للإشراك بالله تبارك وتعالى ودحظ للأرباب الطاغوت والأرباب الباطلة فهي دعوة إلى التوحيد وإلى عبودية الله تبارك وتعالى ولذلك قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة إني تركت ملة قوم قبلها لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بعدها قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القحار هذه معالم دعوته وفي من أرسل فيهم ويعني سررت كثيرا حين رأيت العلاء الإمام ابن كثير يقول بهذا القضي يقول بأن آية سورة غافر تدل على أن يوسف عليه السلام رسول وأنه أرسل إلى أهل مصر ولا حاجة إلى استعراض الأقوال الأخرى التي وردت في شأن يوسف عليه السلام وهل هو نبي أو رسول كما قلت حسبنا ظاهر كتاب الله عز وجل وفيما تقدم من أدلة وإشارات كفاية إن شاء الله تعالى وإلا الله تعالى مزاكم الله خير شكرا جزيلا لكم عز وجل